بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة سنتمم ما سبق أن بدأناه فيما يتعلق بمادة صعوبة المقاولة وبالخصوص بالشق المتعلق بتحديد المفاهيم وحان الوقت لنحدد العنوان الذي عنون به المشرع قانون 73-17 والمتعلق بصعوبات المقاولة السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح لماذا اختار المشرع مفهوم المقاولة لماذا لم يختار مفهوم الشركة مع العلم أنه في بالرجوع إلى الوقاية الداخلية فإنه يحيلنا على مقتضيات قانون شركات المساهمة فيما يتعلق بمراقب الحسابات فيما يتعلق بالجمعية العامة أو مجلس الإدارة ولكن عنوان هذا القانون بمفهوم المقاولة في وضعية صعبة أو بصعوبات المقاولة فالمشرع لم يختار مفهوم الشركة لسبب بسيط جدا لأن الشركة مفهوم قانوني هي عقد هي نظام وعندما نرجع إلى الشركة سنجد بأن الشركة في غالب الحالات أن الهاجس الذي تدور في فلكه تلك الشركة هو حماية مصالح الشركة فعندما نتحدث عن الشركة نتحدث عن ديمقراطية الشركة عندما نتحدث عن الشركة نقول بأنها تتخذ القرارات بالأغلبية للشركة تعسف الأغلبية الشركة تعسف الأقلية الشركة الأرباح توزع على الشركة حتى في العقوبات وفي الأخطاء في التسيير نتحدث عن الدعوة الشخصية أو دعوة العامة أو الدعوة الشركة وبالتالي فعندما نريد أن نعالج صعوبة الشركة فإنما بمفهوم المخالفة نريد أن نعالج صعوبات الشركة بتعبير أدق لكن الغاية من قانون 73-17 والأهداف التي سطرها المشرع لقانون 73-17 والتي هي الحفاظ على النشاط على استمرار النشاط الحفاظ على مناصب العمل ثم الأداء أو السداد للدائنين إذا لاحظنا هذا التلاتي من الأهداف التي أوردها المشرع في قالب النص سنجد بأن فهوم الشركة لا تتسع أولا لتحقيق هذه الأهداف فما يهمنا ليس الشركة ما يهمنا هو الأداء للدائنين الاحتفاظ على النشاط الحفاظ على النشاط بمعنى أننا نحاول من خلال معالجة صعوبات المقاولة حماية النظام العام الاقتصادي وهذا النظام الاقتصادي لن تتا حمايته إلا بسن قواعد آمرة تفرض بعض المقتضيات القانونية وتفرض بعض التضحيات وتمنح لنا الإمكانية في سن قواعد خاصة قد تتناقض مع القواعد العامة المنظمة للشركات وفي حالة تناقض هذه القواعد قواعد قانون 73 مع قانون الشركات فيمكن استبعاد تلك القواعد الخاصة بقانون الشركات وتطبيق القواعد الخاصة بنظام معالجة صعوبات المقاولة وبالتالي فنحن نتحدث بمفهوم النشاط فالمقاولة هنا مقاولة بمفهوم اقتصادي أو مفهوم النشاط وبالتالي قد نحتاج إلى هذا المفهوم في حالة مثلا اعتماد مخطة الاستمرارية مع تصفية نشاط وبالتالي هنا سنحتاج إلى تجزئة المقاولة ولا يمكن أن نتحدث عن تجزئة الشركة سنحتاج إلى هذا المفهوم عندما يتعلق الأمر بالتفويت مع التصفية تفويت وحدة مع تصفية وحدة غير منتجة سنحتاج إلي حتى في إطار التصفية القضائية عندما نريد أن نفوت مجموعة كاملة وموحدة لنشاط أو مجموعة مستقلة لنشاط في إطار تصفية القضائية وستلاحظون بالرجوع إلى النص المنظم لهذه الحالة فإن المشرع المغربي يحيل فيها لمخطة التفويت أي يحيل في إطار التصفية إلى قواعد التسوية القضائية إذن هنا مفهوم المقاولة هو مفهوم اقتصادي وليس مفهوما قانونيا وبالتالي فالغاية التي وضع المشرع لا يمكن أن يستجيب لها المفهوم القانون بقدر ما يستجيب لها المفهوم الاقتصادي فالمقاولة بطبيعة الحال لها غاية اقتصادية وهي إنتاج الأموال والخدمات بصفة دورية ودور رئيس المقاولة هو الحفاظ على الموارد البشرية التي تتشكل منها هذه المقاولة أي له دور إنساني إلى جانب الدور الاقتصادي للمقاولة والمقاولة في وضعية صعبة تشكل بالنسبة للاقتصاد الوطني وبالنسبة للمحيط الاقتصادي تجمع غير متزين إما أنه ستتم تسويته عبر مخطط التسوية أو إما أنه سيتم إقصائه إذا كان إذا كانت إذا ليست هناك جدوى في استمراره عن طريق التصفية القضائية حماية لعدم انتشار عدوى التوقف عن الدفع ما بين الشركات المرتبطة بالشركة التي هي في وضعية صعبة فعالم المقاولة بمفهوم الاقتصاد عالم من نوع خاص ففي رمشة عين تتغير القواعد ومحيط المقاولة يتغير بصفة جدرية يكفي أن يأتي رئيس المقاولة ويصرح بتوقف عن الدفع لتبدأ مسترة وتبدأ إجراءات وتبدأ مصاطر ونلاحظ هنا أن المشاهد تحدث عن المصاطر مصاطر معالجة صعوبات المقاولة التي قد تنتهي بربما قد تبدأ بطلب مخطة الاستمرارية وتنتهي بالتصفية وقد تبدأ مثلا بطلب مخطة الاستمرارية وتمديد المسترة أو غير تجارية أخرى وقد تنتهي بفرض عقوبات مالية أو مدنية أو جنائية على المسير في حالة اقتراف خطأ أو في حالة تداخل الدمام المالية بالنسبة للجزاءات المدنية إذن في رمشة عين تتغير القواعد وقد يفقد رئيس المقاولة التحكم في تسيير مقاولته عندما يتعلق الأمر بالتسوية في حين يحتفظ فيما يتعلق الأمر بمخطط الإنقاذ بتسيير مقاولته ولكن في التسوية أو التصفية فهناك متدخلون أغيار أو أجانب يتدخلون لاتخاذ القرارات مكانه أو عوضا عنه وهنا نقص رئيس المقاولة وكما تلاحظون هنا الغاية ليست رئيس المقاولة الغاية ليست الشركة الغاية هي المقاولة بصفة عام وبالتالي أمام هذه الوضعية التي تتغير فالمقاولة قد تصبح بين عشية وضحاها سلعة تتداول تتداول تباع وتشترى لأن مجرد فتح مصطرة المعالجة يعتبر إعلانا لتقديم عروض تفويت المقاولة وإعلان للبيع وبالتالي بكل أغيار أن يتقدم بعرض الاقتناء المقاولة في وضعية وضعية صعبة فهاجس المشرع عند وضع قانون 73 17 الذي نسخ وعدل الكتاب الخامس من دونة التجارة هو كيف يمكن خلق مقاولة أو كيف يمكن خلق حول مقاولة كشفت علنا عن صعوباتها المالية ب أي خلق يعني حولها جميع الوسائل والموارد التي يمكن لها أن تمر عبرها إلى بر الأمان شريطة عدم المساس بالقواعد أو زعزعة منطق التنافس أو التنافسية وعدم المساس بأمن المعاملات أو الأمن التعاقدي إن صح التعبير فروح نص 73 17 وجعلوا أن نجعل المحكمة مكانة للمواكبة للمواكبة المقاولة في وضعية صعبة عوض أن تكون مجالا للعقاب فإن المنطق العقابي يجعل رئيس المقاولة يخاف من التصريح بتوقفه عن الدين وقد حسنا فعل المشرع المغربي عند اعتماد مخطة الإنقاب الذي يسمح بحل استباقي قبل أن يقع رئيس المقاولة في وضعية أو في واقعة التوقف عن الدفع ثم إن قانون 73 17 يتضمن مسترتين سريتين ويتعلق الأمر بالوكيل الخاص والمصالحة وبثلاث مصاطر علنية التسوية القضائية يعني بشقيها مخطة الاستمرارية ومخطة التفويت ثم مخطة الإنقاذ والتسوية القضائية لكن الضحايا الأساسين هم الدائنون والأجراء دائما لذلك ركز المشرع جعل الدائنين والأجراء من بين أهداف قانون 73 17 ويجب أن تفسر كل النصوص على ضوئي الأهداف التي وضع المشرع لهذا القانون فهم يؤدون التمن سواء إذا دتر النشاط أو إذا لم يعد هناك نشاط وهنا جعل المشرع استمرار النشاط أيضا هدفا من أهداف قانون 73 17 أو بسبب إعادة الهيكل الفجائية لأن إعادة الهيكلة قد تفرض في وقت وجيز ومن تم قد يؤدي إعادة الهيكلة مثلا بالنسبة للأجراء إلى الفصل لأسباب اقتصادية أو هيكلية فإعادة الهيكلة قد يكون لها تأثير على الأدائن تأثير خاصة على الأجراء لأن الفصل هنا سيكون فصلا لأسباب اقتصادي وما ترتب عليه من ضياع حقوق الأجراء ثم أن التسوية القضائية تؤدي إلى إعادة هيكلة المقاولة باعتبارها شخص اقتصادي أو باعتبارها وحدة اقتصادية لإنتاج الأموال والخدمات وهذه إعادة الهيكلة تؤدي إلى إعادة هيكلة شخص المقاول وإلى التغيير في الشخصية القانونية لرئيس المقاولة أو للمقاولة بطبيعة الحال وما يسترتب على ذلك كل ذلك من أحكام هنا نريد أن ننبه إلى أن مصطلح القاضي الذي جاء به قانون 73 17 يجب أن يؤخذ على إطلاقه ويجب هنا أن نطبق القاعدة الفقهية التي تقول بأن المطلق يجرى على إطلاقه ويشمل رئيس المقاولة والمحكمة والقاضي المنتدف لن يشمل رئيس المقاولة والمحكمة والقاضي المنتدف فقانون 73 17 باعتبار أنه يتجه إلى المقاولة فكان لزاما أن ينتقل من قانون مفروض إلى قانون مفاوض عليه فالحلول أمام المحكمة يتم التفاوض فيها فعندما نعتمد مخطة الاستمرارية فالسنديك باعتباره جهاز من أجهزة المسترة يستشير الدائنين وجمعية الدائنين تستشار كذلك ولها أن تقدم بل أكثر من ذلك فلها أن تقدم عروضا ثم ثم هنا نأخذ المشرع المغربي بعدم فرض اللجوء إلى الخبرة عندما يتجاوز رقم معاملات المقاولة يعني مبلغا معينا حتى نحتكم في بعض الحالات إلى آراء الفنيين في هذا المجال كذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بالمقاولة فإن المشرع المغربي قد منح عبر قانون 13 فرصة ثانية لرئيس المقاولة الذي يتفت حسنينيته أو يتصف بحسنينيته إما عن طريق مخطط الإنقاذ إما عن طريق إعادة الهيكلة إما عن طريق وقف المتابعات وطرق التنفيذ وكذلك بتفادي تصليد عقوبات مالية أو سالبة للحرية في إطار الجرائم الاقتصادية ثم أيضا القانون باعتباره موجه إلى المقاول المفهوم الاقتصادي فإنه أعطى الأولوية لمخططات إعادة الهيكلة ونسمح هنا نشير هنا على سبيل المثال للحصر بالسماح للدائنين بتقديم مقترح مخطط بتوحيد مصاطر اعتماد المخططات من قبل الجمعية جمعية الدائنين والمحكمة ثم أيضا من خلال إرساء مفهوم اقتصادي للمقاولة عبر مفهوم النشاط في إطار التسوية القضائية إما عبر مخطط الاستمرارية الذي يتم التضحية فيه بنشاط في إطار التصفية أو مخطط التفويت الجزئي الذي يكون مشمولا بالتصفية أيضا وكذلك من خلال تفويت نشاط كامل ومستقل في إطار التصفية القضائية أيضا مفهوم الاقتصادي للمقاولة جعل أو دفع بالمشرع من خلال قانون 73-17 باعتماد مبدأ أن وضع حد للنشاط لا يمنع من فتح المسترة فقد تفتح المسترة ولو تم وضع حد للنشاط قد تفتح المسترة بعد مدة ولا بعد وفاة رئيس المقاولة لأن الأمر يتعلق بنظام عام اقتصادي بكل حدافره والدليل على أن الأمر يتعلق بهذا النظام الذي يجب أن نحميه ولو في غياب رئيسي المقاولة إما بالوفاة أو بوضع حد لنشاطه فيمكن أن نؤكده من خلال الدور الحيوي الذي تلعبه النيابة العامة في إطار مساطر معالجة صعوبات المقاولة فهي مصدر للمعلومة يمكنها طلب فتح المسترة يمكنها طلب تمديد المسترة إلى المسير تملك الحق في ممارسة تملك الحق في ممارسة طرق الطعن لها الحق في طلب سقطوط الأهلية التجارية في مواجهة رئيس المقاولة لها الحق في استمرار في طلب استمرار نشاط المقاولة في إطار تصفية القضائية طبقا للمادة 652 من قانون 73-17 هنا بعد تحديد هذا المفهوم فهم المقاولة وما يترتب عنه جاء الدور تحديد مفهوم الصعوبة هنا يجب أعدم الخلط ما بين صعوبة المقاولة والمديونية فالمديونية لا تعني شيئا المديونية ليست صعوبة المديونية قد يكون قد تكون المقاولة مدينة في هذه السنة ولكن ربما في السنة المقبلة أو في السنوات المقبلة ستحقق أرباحا طائلة وإنما الصعوبة كما حددها المشرع أوردها في ثلاث أو في أربع درجات والدرجة الأولى تتعلق بالوقائع التي من شأنها أن تخلى باستمرار النشاط والتي يكون الحل فيها هي الوقاية الداخلية والوقاية الخارجية تبعا أو طبقا للفصول 547 وما يلي من قانون 73-17 وهذه الصعوبة قد تكون إما قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية ثم تأتي الصعوبة الثانية ومرحلة الخوف من الوقوع في التوقف عن الدفع هنا جاء الفصل 561 ليضع رهن إشارة رئيس المقاولة غير المتوقف عن الدفع ولكن تبت لديه بأن بوقائع بأنه سيقع لا محالة في الأزمد القريب في وضعية التوقف عن الدفع هنا يمكنه أن يتقدم إلى المحكمة بمخطة الإنقاذ الدرجة الثالثة هي درجة التوقف عن الدفع الواردة في المادة 575 من قانون 717 و التي تكون فيها المقاولة ليس بمقدور رئيس المقاولة أن يواجه الخصوم الحال والمستحق بأصوله الجاهزة والقابلة للتصرف إذن اختلت توازن ما بين الخصوم والأصول والأصول هنا نتحدث عن الأصول بمفهومها القانوني وليس بمفهومها المحاسباتي والدرجة الرابعة هي والحل كما قلنا في التسوية القضائية عفوا هي مخطة التسوية القضائية إما عن طريق مخطة الاستمرارية أو مخطة التفويت والدرجة الرابعة من الصعوبة يتعلق الأمر بالوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه وتبقى للمادة 561 من قانون 73-17 فالحل هو التصفية القضائية فما هي المستجدات التي جاء بها قانون 73-17 من المستجدات التي جاء بها قانون 73-17 بعجالة إضافة نائب القاضي المنتدم المادة 670 قانون 73-17 إضافة في اختصاص القاضي المنتدم الطلبات والمنازعات الاستعجالية والوقتية والتحفظية والشكاوى ضد السنديك تبقى للمادة 672 الإحالة على نص تنظيمي لتنظيم مهنة السنديك والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه المهنة إحداث تبقى للمادة 706 جمعية الدائنين وحدد المقاولات التي يجب عليها أن تحدد أن تمسك هذه الجمعية كل مقاولة وهي كل مقاولة التي يملزم بتعيين مراقب الحسابات والتي يتجاوز رمقر معاملاتها 25 مليون درهم أو التي تشغل على الأقل 25 أجير خلال السنة السابقة لفتح المستر أيضا التغيير تغيير وضع الكفيل الذي كان لا يستفيد من مخطط الاستمرارية أصبح في القانون الجديد يستفيد من مخطط الاستمرارية ورفع الحيف عن الكفيل ثم مسترات إعداد قائمة ديون المستجدات أيضا مسترات إعداد قائمة ديون الأجراء من قبل السنديك بمساعدة المقاولة بعد أخذ رأي مندوبي الأجراء داخل أجل ستة أشهر أيضا منح النيابة العامة الحق في الطعن في مواطن عدة مثلا فتح مسترات الإنقاذ أو تسوية القضائية تحويل مسترات تسوية إلى تسوية تحويل مسترات الإنقاذ إلى تسوية حصر مخطط حصر المخطط سواء مخطط تسوية أو مخطط تفويت أو مخطط الاستمرارية مقررات مخطط تفويت تغيير أهداف وسائل المخطط فسخ المخطط تعيين أو استبدال السنديك ولكن ما لا يقبل الطعن هي وحكم أو قرار تعيين أو استبدال القاضي المنتدب وبعد تحديد هذه المواضيع أود أن أعلن لكم عن المواضيع التي أو عن المنهج الذي سنتبعه في دراسة هذه المادة وسنتطرق في البداية إن شاء الله في الحصص القادمة للمساطر غير القضائية ويتعلق الأمر بالبقاية الداخلية والبقاية الخارجية ثم للمساطر القضائية وبطبيعة الحال سنبدأ بمخطط الإنقاذ ثم مخطط الاستمرارية ثم مخطط التفويت ولننتقل بعدها إلى أجهزة المسترى ولننتهي إن شاء الله بالقواعد المشتركة بين كل هذه المساطر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر